اشتركوا في القناة ومع ذلك قادرين على التعرف على مراحل انتقال الطاقة الكهربائية ووصولها إلى منازلنا أيضا سوف نكون قادرين بإذن الله على التعرف على طريقة حساب كمية استهلاك الطاقة الكهربائية بعد أن تعرفنا أعزائي الطلاب في دراستنا عن استخدام الطاقة الكهربائية ذكرنا أن الأجهزة الكهربائية الموجودة في منازلنا تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل آخر أو إلى طاقة أخرى يتم الاستفادة منها وكما قلنا أن تحويل الطاقة الكهربائية هنا لا يتم بشكل كامل أو بفائدة كاملة أو بكفاءة ماذا علي يكون هناك جزء من الطاقة الكهربائية يتحول إلى حرارة مفقودة وهذا بسبب عزاء الطلاب كما درسنا بسبب المقاومة الكهربائية وهي خاصية ممانعة الأجسام أو الموصلات لمرور التيار الكهربائي نتيجة ماذا؟ نتيجة تصادم الإلكترونات أو الشحنات مع ذرات الموصل أيضا تحدثنا عن عدد من الأجهزة الكهربائية التي تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى ماذا؟ تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية وهذا بسبب وجود عنصر التسخيم في هذه الأجهزة يعمل عمل ماذا؟ يعمل عمل المقاومة فيعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية وهنا الطاقة الحرارية التي تم تحويلها تسمى بالقدرة المستنفذة أيضا تحدثنا عن نقل الطاقة الكهربائية عن طريق أسلاك القدرة وقلنا أن الطاقة أو القدرة الضائعة هي معدل الطاقة الحرارية المتولدة في هذه الأسلاك عند إمرار تيار كهربائي فيها وهذا كما قلنا بسبب مقاومة هذه الأسلاك والقدرة الضائعة نستطيع حسابها واستنتجنا هذا القانون حيث تساوي القدرة الضائعة ماذا تساوي؟ مربع شدة التيار مضروبا في المقاومة ومن خلال هذا القانون استطعنا التعرف على العوامل المؤثرة أو العوامل التي من خلالها نستطيع التقليل من القدرة الضائعة ما هي العوامل التي من خلالها نستطيع التقليل من القدرة الضائعة؟ أولا شدة التيار إذا قللنا من شدة التيار وكما ذكرنا شدة التيار مرتبطة بفرق الجهد إذا قللنا من شدة التيار فإن القدرة الضائعة سوف تقل الأمر الآخر المقاومة كلما قللنا من المقاومة سوف تقل القدرة الضائعة كيف نقوم بالتقليل من المقاومة من خلال دراستنا المقاومة تعرفنا على بعض العوامل التي من خلالها نستطيع تغيير المقاومة منها مساحة المقطع العرضي لهذا الموصل طول الموصل نوع المادة الموصلة درجة الحرارة كل هذه العوامل تؤثر في مقدار المقاومة فإذا قللنا من المقاومة قلت القدرة الضائعة وهنا أصبح لهذه الأسلاك أسلاك القدرة كفاءة عالية في نقل الطاقة الكهربائية وكما تلاحظون دروسنا جميعها مترابطة فمن الواجب أننا نقوم بمراجعة هذه الدروس سوف نتعرف اليوم بإذن الله كيف تصل الطاقة الكهربائية إلى منازلنا هناك عدة مراحل ما هي هذه المراحل حتى تصل الطاقة الكهربائية إلى منازلنا ابتداء من محطة توليد وإنتاج التيار الكهربائي ونهاية بوصول هذا التيار الكهربائي وهذه الطاقة الكهربائية إلى منازلنا ما هي هذه المراحل المرحلة الأولى هي مرحلة التوليد وتتم بجهد مقداره 13.48 كيلو فولت ثم تنتقل إلى محطة أخرى هذه المحطة تعمل على تحويل الجهد ورفع الجهد من أجل أن يحدث هناك انتقال لهذه الشحنات أو انتقال لهذا التيار فيتم رفع الجهد من أجل انتقال التيار الكهربائي إلى جهد مقداره 132 كيلو فولت إذن هذه محطة المحاولات تعمل على تحويل الجهد ورفعه إلى مقدار 132 كيلو فولت تنتقل هذه الشحنات أو هذا التيار الكهربائي عن طريق أسلاك القدرة فتصل إلى المنطقة المراد نقل التيار الكهربائي له وكما قلنا التيار الكهربائي أو الطاقة الكهربائية هي أنسب طريقة لنقل الطاقة بشكل عام فتصل هذه الطاقة الكهربائية إلى المنطقة المراد نقل التيار الكهربائي لها في البداية سوف تصل إلى أول محطة وهي محطة التوزيع فتحتوي هذه المحطة على محولات تعمل على خفض الجهد فينخفض الجهد تدريجيا في البداية في أول محطة سوف ينخفض من جهد مقداره 132 كيلو فولت إلى 13.8 كيلو فولت أي مساوي للجهد الابتدائي في محطة التوليد بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة أقرب للمتلقي أو المنزل فيتم توزيعها إلى محولات هذه المحولات موجودة بداخل الأحياء هذه المحولات تعمل على أيضا التقليل من الجهد فتقلل الجهد من 13.8 كيلو فولت إلى 230 إلى 400 فولت وهذا هو النظام الجديد أو الجهد الجديد القائم حاليا وبذلك تصل إلى منازلنا بجهد مناسب حيث تعمل الأجهزة الكهربائية الحديثة على هذا الجهد إذن هذه هي أعزائي الطلاب مراحل انتقال التيار الكهربائي ووصوله من محطة التوليد إلى منازلنا أيضا تعرفنا أعزائي الطلاب عن الموصلات فائقة التوصيل وفائقة التوصيل عكس ماذا؟ عكس الموصلات ذات المقاومة العالية فموصلات فائقة التوصيل تعمل على توصيل الكهرباء دون ضياع في الطاقة حيث تكون مقاومتها ماذا؟ مقاومتها صفر طبعا نحصل على هذه الموصلات عن طريق تبريد هذه الموصلات إلى درجة حرارة مخفضة أقل من 100 كيلفن من المميزات والصفات لهذه الموصلات أولا جهد الفر أو فرق الجهد بين أي نقطتين داخل هذا الموصل أو الجهد الكهربائي بين أي نقطتين داخل هذا الموصل متساوي لذلك فرق الجهد يساوي صفر أيضا لا يحدث هناك ضياع للتيار الكهربائي لها استعمالات من ضمن هذه الاستعمالات أولا أجهزة الرنين المغناطيسي التي تستخدم في التشخيصات الطبية تحتوي على مقانط هذه المقانط مصنوعة من مواد فائقة التوصيل وتعرفنا ماذا نقصد بفائقة التوصيل أيضا في المسرعات للجسيمات بأنواعها تستخدم مقانط هذه المقانط أعزائي الطلاب فائقة التوصيل إذن هذا بالنسبة لفائقة التوصيل اليوم سنتعرف أيضا على الكيلو واط كما تعلمون عزائي الطلاب يتم حساب استهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة معينة من أجل تحقيق عوائد مادية بسبب ما يقدم من نفقات من أجل توصيل هذه الطاقة الكهربائية إلى منازلنا ففاترة الكهرباء ما هي إلا قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة وليس القدرة الكهربائية هي قيمة ماذا؟ قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة كيف يتم حساب كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة؟ هي تساوي القدرة الكهربائية لهذا الجهاز مضروبا في الزمن بالثانية كمية الاستهلاك هي القدرة لهذا الجهاز مضروبة في زمن استخدام هذا أو في زمن عمل هذا الجهاز طبعا الطاقة الكهربائية المستخدمة من خلال قانون القدرة ماذا تساوي الطاقة الكهربائية المستهلكة تساوي حاصل ضرب القدرة في ماذا في الزمن طبعا نحن أخذنا ماذا أخذنا القدرة ماذا تساوي القدرة تساوي معدل تحول الطاقة خلال زمن إذن القدرة ماذا تساوي أو الطاقة ماذا تساوي حاصل ضرب القدرة في الزمن فتكون الوحدة ماذا واط لكل ثانية لكننا لا نستخدم الواط لكل ثانية لأن الجول بالنسبة لكمية استهلاك يعتبر ماذا يعتبر كمية بسيطة جدا لذلك يتم استخدام كمية وهي الكيلو واط إذن لصقر الجول كوحدة قياس للطاقة المستهلكة تقيس شركات الكهرباء استهلاك الطاقة بوحدة الكيلو واط في الساعة بدلا من الواط في الثانية ماذا لصقر هذه الوحدة إذن لصقر الوحدة يتم استخدام الكيلو واط في الساعة وهي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة مضروبا في ماذا الزمن إذن تساوي القدرة الكهربائية بالواط مضروبا في الزمن فنحصل على الطاقة الكهربائية المستهلكة لو أردنا أعزائي الطلاب حساب ماذا حساب التكلفة التكلفة تساوي تكلفة الاستهلاك لو أردنا حسابها تساوي الطاقة المستهلكة نضروبها في سعر ماذا في سعر الكيلو واط الواحد إذن تكاليف الاستهلاك تساوي الطاقة المستهلكة مضروبا في سعر الكيلو واط الواحد إذن تكاليف الاستهلاك هي الطاقة المستهلكة كما قلنا بالكيلو واط في الساعة وهذا طبعا بسبب صغر الوحدة الأساسية وهي الواط في الثانية فنستخدم كيلو واط في الساعة مضروبا في سعر الكيلو واط الواحد إذن تكاليف لو أردنا حساب تكاليف الاستهلاك لجهاز ما أو لجهاز واحد فتساوي القدرة الكهربائية لهذا الجهاز طبعا القدرة الكهربائية هنا بالكيلو واط نضربها في زمن تشغيل هذا الجهاز بالساعة فنحصل على ماذا القدرة في الساعة مضروبة في سعر الكيلو واط الواحد سوف نأخذ الآن مثال تطبيقي لحساب تكلفة الاستهلاك أثناء تشغيل جهاز ما وسوف تكون بإذن الله الصورة أوضح من هذا الشيء طيب لدينا هذه المسألة في هذه المسألة عزاء الطلاب مدفأة كهربائية وصلت بمصدر فرق جهده أو فرق الجهد لهذا المصدر 120 فولت فمر تيار كهربائي قدره 15 أمبير إذن أعطانا فرق الجهد وأعطانا ماذا وأعطانا شدة التيار التي مرت خلال هذا المصدر فإذا تم تشغيله بمتوسط خمس ساعات يومية لمدة شهر إذن هنا نستطيع أن نحسب هذه المدة مجملا وهي خمس ساعات لمدة ثلاثين يوم أو لمدة شهر فاحسب أولا مقدار القدرة المستهلكة إذن يريد في البداية حساب ماذا القدرة المستهلكة المطلوب الثاني ما مقدار الطاقة المستهلكة إذن في البداية القدرة ثانيا الطاقة المستهلكة بعد ذلك ماذا طلب مننا تكلفة استخدام المدفأة خلال تلك الفترة وهي شهر أي ثلاثين يوم إذا كان ثمن الكيلو واط طبعا الكيلو واط الواحد مقدار 18 ريال أي 18 هللة فيريد تكلفة استخدام المدفأة خلال شهر واحد إذا كان معدل الاستخدام تقريبا خمس ساعات يومية في البداية مقدار القدرة المستهلكة أولا القدرة نعرف أن القدرة تساوي شدة التيار مضروبا في فرق الجهد ومعطى لدينا شدة التيار 15 أمبير وفرق الجهد ماذا 120 فت فتصبح 15 ضرب 120 فيكون الناتج مقداره كم؟ 1800 واط ولكن كما قلنا قبل قليل نستخدم ماذا الكيلو واط فتصبح 1.8 كيلو واط إذن هذا بالنسبة للقدرة المستهلكة من خلال هذه المدفأة الكهربائية إذن هذا المطلوب الأول إذن هو حاصل ضرب ماذا؟ القدرة حاصل ضرب شدة التيار في فرق الجهد كما هو موجود لدينا وقمنا بالتعويض فأصبح الناتج 1.8 كيلو واط إذن هذا بالنسبة للمطلوب الأول المطلوب الثاني مقدار الطاقة المستهلكة الطاقة المستهلكة ماذا تساوي؟ الطاقة تساوي حاصل ضرب القدرة في ماذا؟ القدرة المستهلكة في الزمن طبعا القدرة أوجدناها 1.8 كيلو واط هذا بالنسبة للقدرة بالنسبة للزمن 5 ساعات خلال كم؟ خلال شهر أي 30 يوم 5 ساعات خلال كم؟ خلال 30 يوم فيصبح الناتج مقداره 270 كيلو واط وهي وحدة قياس القدرة في الساعة كيلو واط في الساعة إذن هذا مقدار ماذا؟ الطاقة المستهلكة الآن يريد حساب ماذا؟ التكلفة تكلفة استخدام المدفع وعطانا أن تكلفة ماذا؟ الكيلو واط الواحد طبعا بوين 18 ريال أي 18 هللة فنقوم بحساب من خلال التكلفة تساوي قيمة ماذا؟ مقدار الطاقة المستهلكة مضروبا في سعر الكيلو واط الواحد فتكون طبعا الطاقة هنا 270 كيلو واط كما قلنا لا بد أن تكون بالكيلو واط مضروبا في بوين 18 أي 18 هللة وهي قيمة الكيلو واط الواحد فيصبح الناتج مقداره 48.6 ريال إذن هذه قيمة ماذا؟ قيمة أو تكلفة استخدام المدفع 5 ساعات يوميا لمدة شهر واحد فتكون التكلفة مقدارها 48.6 ريال في الشهر إذن بهذا قمنا بحساب تكلفة استخدام هذا الجهاز سؤال آخر أعزائي الطلاب لا تتحول جميع الطاقة الكهربائية الواصلة للمصباح أو المحرك إلى شكل مفيد للطاقة حيث أن جزءا من الطاقة يتحول إلى طاقة حرارية ضائعة هل هذه أعزائي الطلاب عبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ ماذا تتوقعون؟ هل تتحول كل الطاقة في المصباح أو المحرك إلى شكل مفيد؟ كما قلنا وجود هناك وجود جزء أو طاقة حرارية ضائعة إذن لا تتحول ماذا؟ لا تتحول جميع الطاقة الكهربائية إلى طاقة مفيدة إذن هذه عبارة ماذا؟ عبارة صحيحة علل يسخن المقاوم عند مرور تيار كهربائي فيه عند مرور تيار كهربائي عزائي الطلاب كما قلنا في موصل كهربائي ومقاوم فإن هذه المقاومة أو هذا الموصل ينتج عن سخونة أو حرارة فهذا بسبب ماذا؟ بسبب أن الشحنات تتصادم مع الذرات المكونة لماذا؟ لهذا الموصل فتؤدي إلى زيادة الطاقة الحركية للذرات المكونة لهذا الموصل فترتفع درجة حرارة المقاومة سؤال آخر الحصول على مادة فائقة التوصيل يلزم تبريد المواد إلى درجة حرارة مخفضة أقل من كم؟ عندما نريد الحصول على مادة فائقة التوصيل عرفنا المادة فائقة التوصيل هي التي تكون درجة الحرارة لها أو عفوا المقاومة لها صفر وكما قلنا هناك علاقة ما بين درجة الحرارة والمقاومة حيث العلاقة طردية فإذا أردنا التقليل من المقاومة فإننا نعمل على تقليل درجة الحرارة فمن الطرق على الحصول على مادة فائقة التوصيل تبريد هذه المواد إلى درجة حرارة مخفضة أقل من مئة ماذا؟ أقل من مئة كلفل من طرق تقليل القدرة الضائعة هي ماذا؟ ذكرنا طريقتين وكما قلنا القانون بساوي أو القدرة الضائعة تساوي شدة التيار تربيع مضروبة في المقاومة لو أردنا التقليل من القدرة الضائعة فإننا نعمل على التقليل من التيار وأيضاً التقليل من المقاومة ذكرنا عدة عوامل مؤثرة يمكن من خلالها التقليل من المقاومة إما بالتقليل من الطول أو زيادة مساحة المقطع العرضي للموصل أو حسب نوع المادة نختار مادة تكون مقاومتها قليلة أو ماذا؟ أو التقليل من درجة الحرارة سؤال آخر جهاز يحول وجهاز كهربائي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية هل هو المحول الكهربائي أم المولد أم المنظم الكهربائي أم المحرك الكهربائي؟ ماذا تتوقعون؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة هي الاختيار الأخير المحرك الكهربائي سؤال آخر لتقليل القدرة الضائعة أثناء نقل الطاقة الكهربائية مسافات كبيرة نستخدم أسلاك قطرها صغير أم قطرها كبير أم موصلية مخفضة أم موصلية متوسطة حتى نقلل من القدرة الضائعة نعمل على ماذا تقليل المقاومة حتى نقلل المقاومة ماذا هل نستخدم موصل قطره صغير أم كبير أم ماذا فالإجابة الصحيحة هي أن نستخدم موصل أو أسلاك تكون قطرها كبير بحيث فتقل المقاومة فتقل تبعا لذلك القدرة الضائعة من الاستخدامات أو المقانط المستخدمة في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي تصنع من مواد ماذا؟ هل هي تصنع من مواد عازلة أم موصلة أم شبه موصلة أم فائقة التوصيل؟ المقانط المستخدمة في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي ذكرنا أنها تصنع من مواد ماذا؟ فائقة التوصيل معدل الطاقة الحرارية المتولدة في أسلاك التوصيل عند إمرار تيار فيها يسمى ماذا؟ هل هو فرق الجهد أم الطاقة الكلية أم المقاومة الكلية أم القدرة الضائعة؟ معدل الطاقة الحرارية المتولدة أثناء نقل التيار خلال أسلاك التوصيل ماذا يسمى؟ يسمى بالقدرة الضائعة إذن بهذا أعزائي الطلاب تعرفنا من خلال موضوع استخدام الطاقة الكهربائية كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة لجهاز وهي تساوي القدرة الكهربائية للجهاز بالواط طبعا وهي جول لكل ثانية مضروبا في الزمن بثانية واستخدمنا وحدة الكيلو واط في الساعة وهي وحدة قياس تستخدمها شركة الكهرباء لقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة تكلمنا عن طريقة حساب تكاليف الاستهلاك من خلال ضرب الطاقة المستهلكة في سعر الكيلو واط الواحد إذن بهذا أعزائي الطلاب ننهي هذا الباب الباب السابع وبإذن الله في الوحدة القادمة وفي الدرس القادم سوف نتكلم عن أنواع الدوائر الكهربائية بتعمق أكثر دائرة التوالي ودائرة التوازي وأيضا أدوات الأمن والسلامة في هذه الدوائر إلى ذلك من المتقدم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته